السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لحضراتكم جميعا وحلقة مهمة كتير بعتلي على رسائل الخاص ورسائل كتيرة يا دكتور قلنا موضوع الجلوكوفاج هل هو دواء مصرطن؟ هل هو من الأدوية الخطيرة؟ هنا على الآيباد أنا هقرلكم النص الـ FDA يعني اللي هو الجلوكوفاج سحبه هقول بقى بالزبط عشان الناس تفهم وما يحصلش لغات كتير عشان فيه ناس بتحب انها ايه يعني بيتكبر موضوعها زيادة على زبط يعني فيه معين الدواء ما بيطلع بيطلع بباتش فالباتش ده من المتفورمين اللي هو الـ 750SR اللي هو اللي بيستخدم فيه علاج مرض السكر Voluntary recall due to high level of carcinogen اللي هو لقوا فيه الـ high level من الكارسينوجين اللي هو من المواد المصرطنة اللي اسمها N-nitro sodium اللي هو سالمين اللي هو NDMA اختصارها NDMA NDMA وأكوردنج لـ FDA ان الـ 750 contain un-an-exceptly high level من NDMA exceeding the limit of 96 nanogrom berday يبقى اللي افهم الاول ان هما يعني باتش جديد تشلوه علشان موضوع NDMA ده حاجة باتش جديد يعني لما بنيجي نعمل مثلا الشركة او المصنع بيطلع سنديق ميتفورمين فكل حاجة الخط النهاردة بيسموه باتش رقم كذا فالباتش ده لقوا ان هو المادة الحاجة التانية بقى المادة دي اللي هي مصرطنة اكتر من 96 يعني المادة دي موجودة في اي حاجة موجودة في الدواء فعلا لكن الحد بتاعها الطبيعي يبقى ازا المادة دي السؤال المهم هي مادة مثلا مصرطنة بس موجودة يعني في حياتنا موجودة في حاجات كتير غير الدواء وبنسب قليلة ما تعملش ما تعملش ايه السرطان ما تعملش ايه السرطان هم لقوها في الباتش ده في الباتش ده مش في كل الباتشات ان هي نسبتها تمام فلاقوا ان التابلت اللي هو النمبر اللوت نمبر بتاعه MET 2005 01 they have extended expiration date هينتهي صلاحيتها في جولاي 2022 جولاي 2022 يبقى اللوت نمبر ده بقى الناس اللي هيبقى عندها اللوت نمبر اللي هي الشركة طلعته هو ده اللي عليه كلام لكن هل هنوقف الدواء التاني او اللي معلش الكلام لا ده كلام مين الFDA تمام هم قالوا ان ريكول اكسباند ريكول اكسباند ريليز يعني اكسباند بريفياس ريكول في نوفمبر 2020 يعني من حوالي اكتر من سنة هم قالوا سيفرال جينيريك دراج مارك كان فيه ادوية طلعة من شبيهة للجلوكوفاج من شركات تانية هم عملوا ريكول لها واستدعوها فقالك ان الان ديم ايه عشان الناس ما تقلقش اه ديكتت ان مالتوبول اذر بريسكريبشن يعني مش موجودة بس في الجلوكوفاج لا ده هي موجودة في اه ديكتت في دواء زي ال 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 اللي هو بيستخدم للحمودة والمعدة وبعض ادوية الضغط وبعض ادوية الضغط فعشان كده الناس ما تقلقش الباتش اللي احنا قولنا عليه ده مش المادة دي موجودة والمفاجأ بقى اللي انتم ما تعرفهاش ان موجودة في اللحوم موجودة في الخضار موجودة في الالبان يعني المادة دي موجودة في حياتنا مش بمزاجنا تمام فبيقولوا الو قليل جدا ده لو حتى زاد عن بتاعته لو انت بتاخده بتقوله يا دكتور انا الان وعايز اعمل كده الموضوع على المتفورمين اللي هو سبعمية وخمسين اللي هو طويل المفعول وفي باتشات معينة لان المادة زادت في بعض المصانع فهم وقفوا عشان كده تمام الان دي ماذا دي بقى المادة الان دي ام ايه دي بيسموها يومان كارسينجين وهم الى الان مش عارفين يعني هي لايه السبب اللي بتعمله اهو الـ دي ايه دي ايه 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 يعني مش متوقع طبعا يحصل مشاكل الريسك ايه 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 ده ده ايه ايه انهايدوز الان دي ايه خطر على الكابد خطر على الرئة خطر على الكلية تمام فلاقوا ان يعني مفيش موادة سرطانية موجودة not entirely clear not entirely clear how ndmi get into medication no human cancer cases have been direct linked to ndmi at that time ملقوش نوع معين من سرطانات الانسان موجودة بسبب ndmi طيب ال f دي ايه بقى قالت ايه اللي بياخد الحبوب ما يوقفش الحبوب لموجودة دلوقتي لازم الدكتور بيقله لان المشكلة ان هو according للدكتور مانتس ده doing it could negatively impact على ال blood sugar لان انت ممكن تضر نفسك والناس اللي بتوقف الدواء السكر ممكن يدخل في مضاعفات بسبب انه ما بياخدش علاج السكر فعشان كده بيقول لك immediately stop ده غلط كبير جدا فلازم نفهم كده تمام طيب النقطة بقية المهمة بيمان بيقية او بيقولك اذا وقفت الدواء فجأة او حصل كده هيحصل لك مشاكل ومضاعفات ما توقفش هم بيسحبوا الدواء من الماركت وقال لك ان الحاجة دي موجودة في حياتنا موجودة في اكلنا وشربنا المادة دي عشان الناس ما يحصل لها زعر وخوف ورعب المادة دي لقوا انها موجودة في اكل وشرب زي اللحوم وموجودة في الالبان وموجودة في الخضار وموجودة في حاجات كتير تمام وقال لك ان ال NDMA موجودة في المية موجودة في اللحمة موجودة في الخضار موجودة في الحليب بيقسموها انها B2 كارسينوجين يعني يعني لو تعرضت لهاي اماونت ممكن تسبب الكولوريكتال كانسر او اللي هو القولون او المعدة تمام وطبعا هي مادة سمة للكبد وقال لك ان المادة دي موجودة هي باي برودكت في المصانع موجودة وفي حاجات كتير جدا المواد اللي هي المبيدات الحشرية والمطاط والمصانع دي كلها موجودة المادة دي في المية موجودة يعني يشوف اكلنا وشربنا مش بس علشان موضوع الجلوكوفاج بس والف دي ايه قال جملة مفيدة جدا جدا قال لك لو 8000 شخص خد جرعات عالية من الريكول فالسرتان اللي هو ادوى الضغط يوميا لمدة اربع سنين هيبسي واحد بس اللي ممكن يصاب بالسرطان من الجروب ده الرسالة ارجو انها تكون وصلت عشان الزعر والرعب والناس اللي هي اصلا يعني على حفة الهاوية الرسالة كده واضحة الرسالة كده سليمة الرسالة كده واضحة جدا ان الاف دي ايه بتسحب باتش نوع معين لط معين مش كله على مستوى العالم اللي هو فيه ارتفاع فيه المادة دي الجلوكوفاج كمادة علمية مش هو سبب دي دي حاجة بتضاف في الصناعات وموجودة في اكلنا وشربنا والمية وكل حاجة وفي بعض الادوية فالمادة دي مش الجلوكوفاج الجلوكوفاج ملوش دعوة الجلوكوفاج موجود مع الجلوكوفاج اللي هو الادوية التانية موجود مع الادوية اللي بتشغل عن طريق الكلة موجود عن الادوية اللي بتشغل القديمة موجود في كل الادوية فالناس هتوقف للدواء طبعا الكلام ده مش صحي خالص الكلام ده عاري تماما من الصحة ارجو ان انتوا ما تقلقوش ما تخافوش الموضوع في منتهى البساطة وهنتابع مع بعض وانعمل حلقة لايف عشان الموضوع ده انا بشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعا واتمنى ان انتوا تكونوا طلعتوا وفهمتوا ما تقلقوش خالص دي حاجة طبيعية ومش كل حد ينزل الرسائل دي تقوموا تخافوا وتترعبوا لان انا جالي كمية رسائل صحيت منهم لقيت ناس جاء بعتالي كتير جدا فانا بوضح لكم بس معنى الرسالة اللي جات من الف دي ايه معناها ايه بالظبط انا بشكركم وتحياتي لحضراتكم جميعا